دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيا جوتيريش الوفود والمساهمين الحكومين والمشاركين في قمة المناخ كوب 27 بشارم الشيخ لمطالبة جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف بنشر خطتها للتخلص التدريجي من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الإحفوري قبل بدء فعاليات القمة في الشهر القدم وأكد جوتيريش في مقالة له أن هذه البنوك مطالبة في الوقت ذاته بتعديل خطتها الاستثمارية نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة بفتح شراكات جديدة مع البنوك الخاصة وشدد جوتيريش على أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والتي تجرى حاليا من شأنها أن تترك آثارا مهمة على أزمة المناخ ويمكن أن تساعد في تغيير مصاري الاحترار العالمي